هذا المشهد ربما سيكون غالباً على شوارع الطفة الغربية ظلام دامس لساعات طويلة سببه الأساسي لصوص الكهرباء والمتخلفون عن دفع المستحقات مقابل هذه الخدمة الأساسية هل هو القطع مش إشي جديد عليه نظرة موجود من زمان لكن لاحظنا زيادة في الفترة السابقة أكثر أو الفترة القصيرة الماضية كان أكثر للقطع أكيد أثر على عند أطفال عند مرضى وخاصة اليوم بعد جائحة كورونا كان فيه كثير مرضى بيحتاجوا أجزة تنفسه وأكسوجين فكان فيه أزمة بهذا الموضوع لازم الكهرباء حياتنا الحياة لازم الواحد يدفعها والله نحن ندفعها والله نخصم عن إطمامنا من ندفعها يعني حرام يعني الواحد يسوي ضول كهرباوية يشغل هذا بالحرام حرام يعني البدفع بيعاقبوع يعني عقب جماعي مع البدفع البدفعش ما فيش الدعي يستعمل يولع إهلامبه كيفه نصف مليار شكل قيمة تيون التي تطالب شركة الكهرباء الإسرائيلية بتسييدها وصل الأمر إلى إطلاق تهديدات بقطع خدمة التيار بسبب تراكم الدين المستحقة ومع أن شركة كهرباء القدس تواصل جهودها مع كافة الجهاد لمحاولة وقف هذا الإجراء الجائري والعقاب الجامعي إلا أنه دخل حيز التنفيذ في عدة مناطق من بينها محافظة بيت لحم أول شي بالنسبة للصرقات الكهرباء هذا موضوع أخلاقي نحن نقوم بحملات توعوية لأهمية عدم التعدي على شبكات الكهرباء وخاصة أن هذا الموضوع يؤثر على الخدمة الكهربائية بشكل عام بالإضافة إلى يؤثر على السلام العامة وخاصة تمديدات الغير قانونية وهذا طبعا عكسناه في التشريعات الفلسطينية حيث غلطنا عقوبات على كل من يثبت أنه يتعدى على شبكات الكهرباء ويقوم بسرقة التجار الكهربائي تغطر إلى حد السجن ستتأشر كحد أخصر تخلف البعض عن تسديد فاتورة الكهرباء ولجوء البعض للسرقة فاتورة يدفع ثمنها الجميع حتى أولئك الملتزمون بتسديد ما عليهم ولا تسمح لهم أخلاقهم للإنجرار إلى رذيلة السرقة يدفع الثمن كذلك موظف شركة كهرباء القدس الذين يصلون الليلة بالنهار لإيصال الخدمة على أكمل وجه لكن تركم الديون قد يعجز الشركة ويجرها للإغلاق تخيل كم هي خسارة شركات الكهرباء البلديات التي هذا الأمر يؤثر عليها بشكل سلبي في النواحي الاقتصادية النتائج أو التأثير على المنازل على المحال التجارية هي بشكل كبير جدا لأنه تخيل عندما يكون هناك سرقة من أعمدة الكهرباء بصورة مباشرة هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق وبالتالي خسائر في الأرواح والمنتلكات بعض الأفراد والمستثمرين يحاولون الاحتماء بتجمعات سكنية يقومون بسرقة التيار الكهربائي في المناطق المصنفة جيم وغلاف القدس مستغلين الوضع الأمني وضعف الإجراءات القانونية في بيت لحم وردنا ست قضايا تم إنجاز أربعة منها لكن في ضواحي القدس وردنا 51 قضية بما يتعلق بسرقة الكهرباء وتم إنجاز منها 16 قضية فقط والسبب أنه معظم الأماكن اللي بتم فيها السرقة هي خارج الاقتصاص ولا يمكن نصول إليها إلا بصعوبة تامة 70% من هذه المناطق غير ملتزمة بدفع أثمان الطيار الكهربائي إما عبر السرقات أو التخلف عن دفع الديون المستحقة في بعض الحالات يتم سركز الطيار الكهربائي والاستفادة ماديا ببيع هذا الكهرباء لمشتركين آخرين بنصف بأسعار زهيدة وهذا مما يؤدي إلى خلل في توزيع الطيار الكهربائي على المواطنين هذا أيضا يؤدي إلى تراكم الزيون على شركات التوزيع التي بدورها لن تستطيع تزديد طيار الكهربائي المزود وهذا ما يحصل حاليا بالإجراءات العقابية والعقاب الجماعة التي تقوم به شركة كهربائي إسرائيل بقطع الطيار الكهربائي عن الكثير من المواطنين في منطقة انتيال شركة كهربائي نسبة الفافد نتيجة الصديقات هي مستقرة إن لم تكن في انخفاض نتيجة الإجراءات التي نقوم بها منها الكشف الميداني المستمر على شبكات كهربائي قبل أيام شركة كهربائي القدس كشفت عن أكبر عملية سرقة للسياء الكهربائي في منطقة بيتونيا هذه العملية كلفت الشركة حوالي مليون ونصف شكل هذا كله يؤدي طبعا إلى خسارة مادية وخسارة فنية للشركات تعطلت الأجهزة الكهربائية وتلفت بعض المواد الغذائية في الثلاجات المنزلية والتجارية هذا ما دفع البعض لتشغيل مولدات كهربائية استنزفت جيوب المواطنين وتسببت بإزعاج السكان أيضا والله سركة الكهربائي أول شيء حرام ثاني شيء بضر صاحب الدار إذا سرك لأنه بصير ما فيهش أمان ولا فيه حماية للأطفال لما بتم وضع أي كوابل رئيسية أو فرعية في أي منطقة بتكون عبارة عن طريقة محسوبة أنها تتحمل لود أو كهربائي معينة لما بتم السرقة بتأثر هذا الإشعى على الكوابل بيأثر على الأحمال بصير الأحمال تزيد ممكن نعرض المنطقة لتقطع للكهرباء أكيد سرقة الكهرباء رح تأثر على المواطنين بشكل عام لأنه رح يصير هذا السرقة بتسبب خلل عام في المنظومة العامة للكهرباء أنه بصير ناس تدفع ناس ما تدفع هون بصير ظلم لكن أنت لما تاخد بشكل كهرباء بشكل سرقة ما أنت بتاخدها من جارك بتاخدها من صاحبك أكيد أنا ضد سرقة الكهرباء لأنه بتأثر سلباً على ناس ما لهم دخل خصوصي أنه بصير تفاوت في المبالغ ممكن المبالغ طائلة ممكن الناس هاي ما عندها قدرة أنها تدفع هاي المبالغ هل تتخيل يوماً أن تعيش في الظلام الدامس ويصحو أطفالك بقلق أن تفقد الأجهزة الكهربائية في منزلك واحداً تلو الآخر بسبب التقطع المستمر للتيار الكهربائي إذا كانت الإجابة لا عليك إذن أن تقوم بواجبك تبلغ عن السرقات وتقدم النصيحة لمن يقدم أننيته ومصالحه على أبسط حقوق غيره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر